اهلا بكم من جديد نبدأ من الشأن المحلي حيث وفق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المرافق للمرسوم رقم 40 لسنة 2017 وخلال الجلسة تم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنتين الماليتين 2017 و2018 المرافق للمرسوم رقم 36 لسنة 2017 وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى ومن جنبه جدد معالي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة جدد الثزام الحكومة في تنفيذ الخطط التي تصب في تعزيز الوضع المالي مشددا على ضرورة رفع الوعي بأهمية التدرج في تنفيذ الخطط للوصول إلى مرحلة التوازن والخروج من التحدي المالي الذي لا تواجه مملكة البحرين وحدها بل تواجه جميع الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط نحن نتعامل مع تحدي انخفاض سعر النفط بثبات بهدوء باتخاذ إجراءات على مراحل متعددة الهدف منها أن نوازن بين دخلنا وننوع مصادر الدخل نحافظ على نمونا الاقتصادي ونتعامل مع ارتفاع الدين لهم توافق الذي وصلنا علىه هدفنا فيه أن الخدمات الأساسية لجميع المواطنين أن تكون مستمرة توجيهات جنة الملك واضحة في هذا الشأن وتوجيهات سمو رئيس وزراء وسمو العهد في هذا المواضيع واضحة للجميع وبالتالي هدفنا أن نحن نتعامل مع انخفاض أسعر النفط على المدى المتوسط بسياسات اقتصادية واضحة التي تساهم في تطور عجلة ونمو الاقتصاد وتحافظ على نجاحاتنا في انخفاض مستويات البطالة وفي نفس الوقت نبتدي نفكر في مصادر دخل ومصادر النشاط الاقتصادي أكثر تنوان وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض وصندوق العمل تمكين وذكرة تفاهم لتطوير الخدمات الإلكترونية ودعم مشروع الربط الإلكتروني في بعض المنشآت الفندقية مع نظام الربط الإلكتروني كي بي آي وتستهدف هذه المبادرة ربط 57 منشآة فندقية في مختلف أنحاء مملكة البحرين بغرض الحصول على جميع المؤشرات والاحصائيات الاقتصادية عن القطاع الفندقي بشكل دقيق ومستمر كما يصب المشروع في تحقيق الهدف الثالث من أهداف استراتيجية الهيئة السعية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز بنيته التحتية وتنميته تحقيقا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من اليوم وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي فإنه يمكن للمستثمرين البحرينين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سكوك الإجارة الإسلامية الحكومية رقم 24 والذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم نهاية شهر يوليو الحالي ويبلغ حجم الإصدار 125 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسك في حين تبلغ مدة الإصدار ثلاث سنوات اعتبارا من السابع عشر من يوليو 2017 حتى السابع عشر من يوليو عام 2020 ويبلغ العائد الثابت 4.2% سنويا يتم دفع فوائد الإصدار كل ستة أشهر تستحق في السابع عشر من يوليو ويناير من كل عام خلال مدة الإصدار والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة نصر النشرة ومشاهدين مع إغلاقات البورصات الخليجية لهذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة جميع الإغلاقات في المنطقة الخضراء بنسب متقاربة أقل من نقطة المئوية نبدأ من السوق المالية السعودية التي تواصل منحناء الصعود وتستمر في المنطقة الخضراء حيث سجلت ارتفاع عشر نقطة مئوية عند مستوى 7245 نقطة بسبب قوة التداول على أسهم قطاعي العقارات والبنوك ننتقل إلى بورصة الكويت التي شهدت تداولات قوية على أسهم قطاعي الخدمات المالية والعقارات وغفلت على صعود بنسبة 14 النقطة المئوية نتحول إلى الرابح الأكبر السوق دبي المالي الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 6 أعشار النقطة المئوية عند مستوى 3439 نقطة حيث شهدت البورصة ارتفاع مؤشر قطاعي لاتصالات والعقارات في حين سجلت بورصتها أبوظبي ومسقط تقدم بنسبة 0.24% أما بالنسبة إلى بورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أغفلت بخلاف الأغلاق السابق وتقدمت بنسبة 0.27% وأغفلت عند مستوى 1311 نقطة وذلك عائل مشاهدين لارتفاع مؤشرات أغلب القطاعات المتداولة في البورصة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وتسعمائة وستة وثلاثين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت ستمائة واثنين وستين ألف دينار تم تنفيذها من خلال أربعة وثمانين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 47% من القيمة الإجمالية للأسهم